اشتركوا في القناة اشرف على تدشين النصب التذكري معلم الحرية بسيد فرج غربي العاصمة الجزائرية السياق حل كل من رئيس الفلسطيني محمود عباس والاثيوبية سالي وورك زودي اضافة الى رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم اليوم الاثنين بالعاصمة الجزائر تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون لمشاركة الشعب الجزائري احتفالاته بمناسبة الذكرى الستين لعيد استقلال الجزائر ادوى سيحضر المدعونا من مختلف البلدان الشقيقة والصديقة للجزائر احتفالات هي الاضخم من نوعها منذ استقلال الجزائر المبعوث الاممي الخاص للصحراء الغربية ستيفان ديمستورا اليوم زيارته التي كانت مقررة سلفا الى الصحراء الغربية وفق بيان نصدره المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك فان المبعوث الشخصية للامين العام ستيفان ديمستورا موجود منذ السبت في العاصمة الرباط للقاء المسؤولين المغاربة لكنه قرر عدم المضي قدما في زيارة الصحراء الغربية خلال هذه الرحلة فيما كشف بانه ينوي القيام بذلك خلال زياراته القادمة الى المنطقة بحسب البيان الذي اشار الى ان زيارات المبعوث الاممي تهدف الى دفع العملية السياسية في الصحراء الغربية بشكل بناء علن قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الحاكم الفريق عبدالفتاح البرهان اليوم الاثنين عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني في مسعى لحل الازمة السياسية في البلاد افساح المجال لتشكيل حكومة مدنية قال البرهان في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي انه تقرر عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات الحوار الوطني لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية وتشكيل حكومة من كفاءات الوطنية المستقلة تتولى اكمال متطلبات الفترة الانتقالية في موضوع الاخر علنت رئاسة الفلسطينية الاثنين انها لن تقبل التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطيني في مقتل الصحفية شيرين ابو عقل دعت واشنطن الى تحميل الكيان الاسرائيلي المسئولية الكاملة عن مقتلها جهد ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينا نقلته وكالة الانباء الفلسطينية ردا على نتائج تحقيق امريكي لما تحدد الجهة التي تسببت بمقتلها قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيس المساعي الامريكية الاوروبية لإصدار قرار ضد ايران غير مسؤولة وتناقض روح التفاوض والتوافق هذا وضاف في كلمة له خلال مراسم تقديم اوراق اعتماد سفيرة سويسرا لدى ايران ان الاجراء الامريكي الاوروبي المتمثل بطرح مشروع قرار ضد طهران خلال اشماع مجلس محافظي وكالة طاقة الذرية الدولية بما بل يجسد تباينا في السلوكية على حد تعبيرها ختم المجزئة الاخباري في امان الله اشتركوا في القناة